السلام عليكم وزيكم حبيبي عملي يا رب تكونوا بخير. رايكم في الجميل ده. رايكم في الحلاوة دي. رايكم في جزبوس تي. دي جزبوسة بتاعتي. حلوة قوي. هتعجبكم. خفيفة. آآ مش تقيلة. هتعجبكم بجد. شايفين? انا هعمل فيها خطوتين كده مختلفين شوية. ان شاء الله تعجبكم. اقول لكم كل الخطوات اللي اتطلعها بكم نكحة. وما تطلعش وحشة. ولا تقيلة. ممكن تخلص سنية واحدك. والله بجد. ده ما انت شايفة مرملة ازاي? مرملة بجد. مش آآ مش مليانة شربات وتنقط منها. لأ. خفيفة كده وتعرف تكلفها وانت من غير ما نفسك تجزع كده وتحس ان هي تقيلة على قلبك. حلوة قوي تسويتها مزبوطة. واقول لك التسويت المزبوطة ازاي بامانة. يلا بينا على الفيديو نقوله للطريقة. نسلم بالله ونصلي على الحبيب الاول عليه افضل. الصلاة والسلام. جبت بولا حطيت فيها كوبايتين آآ وربع سميت. انا جايبها سميت سايب بعيد جدا. كوبايتين وربع. خلاص. آآ تلات معالق آآ جوز هند. نعن. لو مش عاوزها بلاش خالص. تلات معالق سكر. آآ تلات معالق طبعا كبار. جوز هند وتلات معالق كبار آآ سكر. معلقة بيكن بودر. وهي معلقة كبيرة برضو. نقلبهم كده مع بعض. دي المكونات الجافة بتاعتنا. الخطوة المهمة اللي انا بحطها تلات معالق دقيق. خطوة دي مهمة جدا. تخليها لك حلوة فعلا. ومختلفة. اخدتها من اختي. اختي بصراحة كانت على طول تعمل البسبوسة حلوة قوي. اخدتها من هالطريقة دي. نقلب طبعا مكونات الجافة كلها مع بعض. اهو. تمام كده خلاص. نجيب المواد السيلة بقى. آآ كوباية لربع سمنة على زيت. ولازم تكون نوع السمنة كويس. دي من الحاجات المهمة في البسبوسة. لان البسبوسة بتطلع الرواح بدعتها بشكل فضيء. فلازم تكون المادة الدهنية كويسة. نقلبهم كده بالاسباتيولة. لغاية ما كل حباية آآ سنيد بتتغلف بالمادة الدهنية. تمام? مش هتاخد منك وقت ومش متعبة ما بتكملش بكد والله ما بتكملش خالص. نص ساعة بتكوني عاملة سنوك باسبوسة محترمة يعني. اهو. تشفيها بايديك كده. حاسيت انها تمسكت ومسكت في ايديك كده. وتلمت في ايديك خلاص. انا حاسيت انها لسه في قلبتها شوية كمان. افضلي بس قلبي بيبيع ويا في المادة الدهنية قبل ما تحطي السويل. حاطتي السويل ما نقلبش تعني. يا دو بندخلهم في بعض وخلاص. كوباية زبادي الصغيرة العادية. نص كوباية لبن. كوباية زبادي خلهم في بعض. انا مش عاوزة اقلب بقى وعجن. لا خالص. انا بدخل اللبن والزبادي جوه السند. بس كده. خلاص اهو. اهو زي ما تشايف انا عايزها كده. ما تبقى الباسبوسة ما تبقاش سايلة يا جماعة. خلاص. اه صنية نحط فيها معلقة سمنا كده برضو تحت. اهم حاجة سمنا تكون راحتها كويسة. خلاص. نديد ان الصنية بتاعتنا كويس. الفرن بتاعنا طبعا ولا. خلاص. هننزل الباسبوسة بتاعتنا نفردها. بتفردها برضو بالمعلقة والاسباتيولة لو عند الجوانت بايدك بايدك انت عادي مفيش مشكلة خالص. نفردها. اهي. كده حلوة قوي. بجد يعني والله. اقول لك الحاجة بقى في التسوية. اهم حاجة في التسوية دعت الباسبوسة. ان الفرن يبقى والأ. تاخد لها تقريبا نص ساعة. اوعي تولع الشوية. اهي. اتفردت اهي. حلوة قوي. هنحط اه نزينها في السودانية انت مش عاوزة خالص بلاش. عندك بقى عن جمل عندك بندق عندك اه فزدق. اللي انت عاوزة انا بحيب الفرن السوداني بصراحة جدا في الباسبوسة. خلاص? فانا بقول لك من العوامل اللي بتنجح الباسبوسة ان انت ما تولعش الشوية وتقول لها ديها لون بسرعة. لا. خليها تستوي براحتها. خلي النار من تحت بس. الشوية لما بتولع من فوق بتنشف لك الباسبوسة وتخليها تمط كده زي اللي بانا. دي نصيحة الوجه الله. اللي بيقولولك ولع الشوية في القنوات دي انا مش عارفة هم ما بيتطقوش اللي في الموضوع ده. لا ايوا يتولع الشوية الباسبوسة من تحت النار بس. حتى لو طولت شوية مفيش مشكلة. تاخد لها نصف ساعة مفيش مشكلة وتديك اللون اللي انت عاوزيه. خلاص. دي اهم حاجة في التسوية بتاعة الباسبوسة. خلاص كده حملت الفرد السوداني بتاعي. رحبه جدا. فما تقوليش ده كتير. لأ انا بحبه في الباسبوسة كتير. خلاص. اهون طبعا في الفرد. على دوسي كده عليه عشان يدخل بها الباسبوسة. النار ولعب قالها نصف ساعة. يعني اول ما بتديت اركب المكونات على بعض وولعت الفرد. خلاص. على الرف اللي في الوسط. الشربات بتاعنا كبايتين سكر كبايت مية نص لمونة. على النار يخد له ربع ساعة بالزبط. ربع ساعة بيبقى مزبوط. بكو فانيليا واحد بس كده كفاية. لازم الباسبوسة تبقى سخنة والشربات سخنة. ما ينفعش تقولي حاجة تبرد فيهم. لا. الاتنين مع بعض اهو. شايف الباسبوسة لونها عامل ازاي? بجد والله يا شايفين يعني حلو جدا. لون مزبوط. اهو. الشربات ينزل وهي لسه سخنة والشربات سخن. اهو. شايفين عاملة ازاي? جد حلوة جدا. زي ما بقول لك اه خلي كل حاجة اخد راحتها ما تستعجليش وتفتح الشوية. وهي هتبقى زي الفل. اهو. خلاص كده حطينا الشربات بتاعنا كله. انت باعزو تزودي شربات وتخليها مليانة. اه زودي كمية الشربات. خليهم مثلا تلت كبايت سكر على كباية ونص مية. خلاص هيبقى سكرها حلو قوي. يعني زي ما انتم تشايفين حلوة جدا ولسه سخنة. آآ برضو هنعمل خطوة مهمة ان احنا نغطي البسبوسة. غطيها لمدة بس خمس دقيق كده. اهو. هنغطيها واسبها خمس دقيق بس مش اكتر. البخار بتاعها هيخليها ترية كمان. خلاص كده اهو. زي ما انتم شايفة عاملة ازاي. جد حلوة جدا. انا بحب الاطراف بتاعتي البسبوسة عشان بتبقى مقرمشة. آآ جربوها هتعجبكم ان شاء الله طريقتي. آآ ما نستعجلش زي ما احنا قلنا عشان حاجتنا تطلع مزبوطة وحلوة. اهي. زي شايفة الشريحة طالع ازاي. يعني بصوا مش هقول لكم والله. حلوة جدا. راحتها ولازم ان مادة الدهنية تبقى كويسة. جربوها. مش عايزين نداموا خالص. مش عايزين نقول سوداني ولا حاجة خالص بل ايش شايفين لون هعمل ازاي لون هحلو جدا بجد. اتمنى الفيديو يعجبكم. وتقولولي رأيكم وبالفة هنا ومع السلامة.